اشتركوا في القناة والامل بشكل كبير للحفاظ على وجوده في مركز ممكن يكون مطمئن له لان الامور بالنسبة للفرق اللي تحت احنا قلنا على اقل تسع فرق الامور بالنسبة لهم غير مستقرة في صراع الهبوط على الدوري الممتاز للموسم الجاي للقسم السامي طيب خلينا نرحب بديوفنا كابات المصر وكابات النادي الاهل الصابقين كابتن محمود أبودا وكابتن كامونة نجومنا ونجوم البرويم والدائمين كابتن أبودا بتاعاتي ليك حياتي ليك يا فاروق حبيبي يا روء منور الدنيا كابتن أبودا مش هتكلم على المدرب يعني مش هتكلم على المدرب دلوقتي انا هتكلم على الفريق وتشكلة النهاردة هل هي مقنعة للمحللين والناس اللي موجودة تشاهدوا اللقاء وهل الأداء نفسه مقنعة بالنسبة لعادة النادي الأهل النهاردة أنه كانوا محتاجين التلات نقاط وبالتالي التلات نقاط مجوش هل دا كان مقنعة الأداء؟ طيب بولهم مش هتكلم على المدرب هتكلم على المدرب لا يا خلاص أنا هروح لنقطة تانية للمدرب لأن البعض يقول لك أنا مقدرش أخيمه كابتن كامونة كان معنا في حلقة قبل كده وأنت مقدرش أخيمه في أول ماتشا لا خلاص استلم يا فاروق لا استلم خلاص أنت الرجل بيستلم مهمته وبيشتغل خلاص بقى خلاص بقى تولى المهمة وهو مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في الفريق وفي النادي الأهلي فأنت مش هتقعد تقول لن قيمه بعد 3-4 ماتشاط لا أنت جاي وتفرقت وعارف وقيمة النادي الأهلي ومستوى اللعبة اللي موجودة والمنافسة على الدوري والضغط الماتشاط يعني والفرق اللي بين الأهلي والزمالك والبرامد آه يعني أنت بتقول النهاردة اللي ضيع النقطتين دول هو الرجل مش عاوز أقول لك اللي هو اللي ضيع لا أنا بتكلم فيه فرق بين اللي هو اللي ضيع وفرق أن الرجل تولى المهمة يعني أصبح بقى هو مسك من الباقي ما هو أصبح المسؤول يا فاروق طيب ما هو المسؤول يبقى مسؤول عن النتيجة مسؤول عن التشكيلة مسؤول عن أداء اللعبية خلاص احنا قلنا الماتش اللي فات اللي كان مسؤول واللي كان نحط التشكيل اللي هو سامي أمصار أول مباراة تمام تمام؟ ولعب الفرقة اللعبة اللي احنا اتكلمنا عليها كان موجود حسين الشحات كان موجود اللعبة حتى حسين الشحات يمكن احنا اتكلمنا الرجل عن نفو بشكل كبير لنبدأ سيبك الناس بتتكلم بتقولك ان اصابة لا مش اصابة ده سوق مستوى حسين الشحات بقالوا سنة مقدمش حاجة للنادي الاهلي في لعيبة النهاردة بعيدة عن مستوى بشكل كبير لعيبة كتير جدا لعيبة النهاردة اه بتضغط وبتحاول وبتروح وبتهاجم لكن بعشوائية ما فيش فيه لعبة في النادي الأهلي احنا ما نعرفش أماكنها فين طهر محمد طهر بلعب زي نارده عندك صنع ألعاب ما بيعديش زي أفشل طيب هكلمك على أفشل وكلمك على صنعة الألعاب و أداء النادي الأهلي معك كبت أنها بدها بتاني خليني بس أروح لخالد أمر ريج من نادي الجونال النهاردة و من خلال تواجده طبعا فيه المباراة والمجهود الكبير يمكن قاموا به لعبة الجونال للحفاظ على شباكهم بدون أهداف وإن هما يخرجوا بنقطة مهمة في مشوارهم للابتعاد عن صراع الهبوط بالنسبة للقسم الثاني في أدوان المتازل الموسم القادم كابتن خالد التحاتي ليه؟ كابتن فاروق إزاي عبدالله أهلا أهلا حبيب إزايك كابتن عبدالله و كابتن سامير بمسا عليك مبروك البندخ كويس طيب يعني كابتن بقول لك مبروك هل أنتم كنت شايفين الوضع المباركة ممكن يروح لمنطقة تانية غير التعادل كابتن والله إحنا باللعب نادي الأهلي برضو يعني يعني نادي الأهلي فريق كبير وفريق واخد كل البطلات فطبيعي النقطة مع النادي الأهلي مكسب بالنسبة لها تزل الظروف إن السنة دي إن إحنا يعني نادي بجونا في مكانها مش كويسة طبعا فالنقطة في الدور التاني بتفرق يعني فالحمد لله يعني نبنى عليها بقى الفترة الجيئة إن شاء الله طيب الاستعداد نفسه كان للقاء أقول لك الشكل التكتيكي نفسه للفريق خالد كان هل هو النزول والتأمين الدفاعي كان أكتر بالنسبة لك ويمكن أنت مهاجم الأمور بالنسبة لك طبعا أنت محتاج عملية دعم دايما بالصمرة على المرمى لكن هل أنت النهاردة أنا ملاتك مهاجم النهاردة كبت عمت أنا أنا بكلمك كمهاجم يعني أنت كمهاجم بتبقى دايما محتاجين أنك تبقوا قدام محتاجين أن أنت تجيبوا أهداف وبالتالي عملية دعم من اللعيب أن أنت تشتغلوا عليها في المنطقة الأمامية طبعا يعني إحنا يعني إزاي ما بقول لحضرتك النقطة مع النادي الأهلي كويسة فإن إحنا لازم نبقى نازلين إن إحنا أمينين وبنلعب نبقى تحت الكورة فإنهاردة عملنا بصة جات إن إحنا فرعتنا أما بيلعبوا رجالة وبيبقوا رجالة في الملعب وفي مسؤولية وحسين بالمسؤولية بينكسب المرشات كتير وما بنخسرش فالفترة اللي فاتت إحنا يعني كان فيه تأثير مننا كبير جدا فكنا بنلعب قربة المسؤولية ظهرت كبتل قدام ماتش في الماتش الأهلي أجيب طبعا الأمور بتختلف بنسبة لك في المباراة الأهلي الضبط فده ماتش إن شاء الله نبنى عليه للفترة الجاء عشان الدور السنة دي صعب جدا يعني من أصعب الدوريات الواحد اللي أعيبها طب الواجبات اللي أنت أخدتها النهاردة خالد الواجبات الله كانت إن أنا يعني السردباكين سواء رامي أو أيمن محدش يزيد فيهم وإن أنا أنزل شوية نص الملعب والكور اللي هي الاشتراكات للكور العالية إن أنا حاول إن أنا ألمس ويجي كريم أو شبرامي من ورا يخدوها اللي هي كورة تانية فالحمد الله يعني يعني على حد ما يعني كانت تعليمات دفاعية أكتر يعني كابتن؟ بالزبط يعني بس مش قوي يعني وأكيد طبعا في كل كورس لازم خالد يبقى موجود في التموقع وفيه واجبات أكيد ولكن يعني يعني أنا قصدي لواجبات الدفاعية والتأمير نحن بنلعب النادي الأهلي برضو يعني مش يعني لو يعني متقالق لو بنلعب على ملعبنا وأي فريق غير النادي الأهلي أكيد كان هيبقى فيه الهجوم هيبقى أكتر يعني كمية الجاركة كميرة نحن كنا محتاجين بس إن إحنا نخرج من حتة إن إحنا للخسارة دي فالحمد لله إن إحنا خدنا نقطة عندنا الماتش جاء أمبي عندنا أمبي أو بعد كده جيش وأهلي تاني صح ده الماتش موجد من الأسبوع التاسع وبالتالي طبعا الدور التاني هيبقى الأهلي تاني طيب الماتش اللي جاي بالنسبة لأهلي هل بنفس الطريقة ممكن تشتغلوا بين الشكل الدفاع أمام الأهلي أكيد في جهاز جديد جاي كابتن طلعت وجهازه فلسة يعني مش عارفين بقى الدنيا هتنشي إزاي عمتنا خالد إحنا أتماناك التوفيق إنت فرود جامد ويعني بالرغم إن إنت ولتين ناغذة مبلحبش فرود بس إنت فرود النقاردة لكن بمهام دفاعية أكتر بالضبط حبيبة خالد كل توفيق إليه إن شاء الله خالد أمر طبعا نجم نادي الجنة كابتن أبدأ بكمل معك الأمور الخاصة بيه الشكل الهجومي بالنسبة نادي الآن إنت بتقول لي حتى صانع العلعاب بالنسبة نادي الآن اللي هو أفشى ما كانتش بيطلع بالشكل المطوف في الجوز الأمامي ودعم الفراو ده قدام ما أنا قلت لك قلت لك إنه إنت بتهاجم وبتروح لجول بتوصل لكن في أشوائية في زحمة في الحتة دي يا فروق لكن ما بطلعش من على الأطراف وتشوفنا علي معلول إن أقدر بيعمل أفرات كتير جدا والفردة التانية ميتة اللي هو محمد هاني يعني مش عاوز أقول إنه أبيض في كورة لا ما عليش ما احترامي لا بس هو العل كويس الأول بيمر بيها بيمر بيها ممكن يعني تتكلم على النادي لأنه لكن هاني كان كويس وقدم مباراة كويسة جدا خلد أمر قال لك حاجات في كاس العالم للأندية محمد هاني عمل مباريات رائعة أنا مش بتكلم أنا بتكلم انت النهاردة انت فارق بينك وبين انت بتضيع ابنك منك يعني أنا مش عاوزين نقول إنه هو مش في حالته هل النهاردة محمد مسلماني خد الحظ وهرب أو مشي الرجل كان بيكسب وكان بيكسب بقال للعيبة اللي موجودة فانت النهاردة بتتكلم عندك ما فيش فيه لعيبة أنا نقول بقولها لك للمرة العشرين شرطة النادي القالية وليس بتقيل عليهم بعض اللاعبين في النادي القالية نهاردة للادي القالية ما بقاش يخوف حتى اللعيبة اللي موجودة يعني بتكلم على اللعيبة اللي فيه لعيبة ما بقتش تخوف مهنداش تقلف الملعب تقل في الملعب يعني عنده شخصية يقدر يواجه زميله يقدر أنه فرقة الجونة بتلعب وخلت بعض اللعيبة في فرقة الأخرى بتبقى جريئة أكتر بتبقى عندها جرأ وبتطمع وبتهاجم النادي القالية النهاردة خال بقالك الجونة برضو ومحتاج المباراة يعني أنت النهاردة عندما ي Citroen أنه يكون March that يفتحوا مساحات في الناد الآله لكن أنت النهاردة لعبة اللعبة لم تكن لدينا حلول نهاردة بتلعب اللعبة التقليدة فيه حاجات كتير جدا ممكن تشوفها أن الرجل مش مقتنع بمحمد شريف فرود وده اللي احنا شوفناه في المباراة حتى لما نازل طلع صلاح محسن ورświad منزل حسام حسن وخرج من محمد شريف فانت النهاردة فيه 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 زحمة فيه زوجة لكن انت فيه سوق توفيق اللاعبة لازم تقعد معنا ده حتى بتلعب بيبقى فيه روح للنادي الأقل شهر ما فيش روح النهاردة خاصة لا ما فيش روح النهاردة اللاعبة بتلعب عادي هل بقى نقعد نتكلم على الارهاق والنادي الأقل ما فيش مبرارات ما تقعدش تقولي بقى أنا أقولك مبرارات وإرهاق لا على الأقل حتى لو فيه إرهاق أسباب غير مفهومة من وجهة نظرك لا فيه حاجة غير طبيعية هل بقى اللاعبة اللي ما كانش تقولي فيه عدم ثقة فيه عدم روح للعيبة فيه لعيبة متضايقة فيه لعيبة حاسة أنها هتمشي بناءة الموسم مش ما بتلعبش بشكل جيد لكن هو ده يمكن ده اللي موجود أو الحالة اللي موجود عليها لكن انت الراجل أنا شايف أن الراجل هيتعب كتير مع النادي الأقل الفترة الجاية أنه يشتغل ويشتغل بشكل كوي كرتين كمونا برضو رأيك في اللقاء وأسباب الأداء الخاص بالنادي الأقل نادا في أول مباريات سوارز النهاردة لا مباراة هادية يعني مباراة مش قوية يعني ضعيفة المستوى الفني والبدني في الريتين أول خمسة واربين ديها بلعبوا بهدوء تام ما فيش راسة هجومية روح وشخصية لعيبة النادي الأهلي مش موجودة خلينا نكون متفقين بتتكلم في مباراة الجونة والأهلي لعبوا سبعتشار مباراة الأهلي فاس في عشرة والجونة فاس مرة واحدة وتعادوا لستة النهاردة السابع يعني الجونة جاب 11 هدف في الأهلي والأهلي جاب 27 والجونة السنة دي ممكن فاس في ستة فقط طيب خلينا وإحنا بنتكلم مع الجونة بس كابتن أحمد صديق المدرب العام مع كابتن تامر مصطفى النهاردة للفريق الجونة وأكيد برضو نحب أن احنا نكلمهم ونعرف يعني المباراة النهاردة كان تجهزة الأمور ماشي هزة من خلال الجهاز الفني وهل النقطة بالنسبة لهم مرضية كابتن أحمد تحاتي ليه كابتن بلاك احمد بلاك احمد تحاتي ليه يعني اللقاء كان صعب كابتن أبو الذهب كابتن كامونة توفية حمد توفية محمد هل أنتو النهاردة الأمور كانت صعبة من خلال اللقاء هل الندي الأهلي يمكن طبعا البعض بيشاهد الأداء النادي الأهلي بيشوف أنه في حالة من الإجهاد هل ده أنتو حاستوه هل أنتو كمان كنتو بتحاولوا تستخدموا النقطة دي في إجهاد اللعيب النادي الأهلي أكثر كبتن أحمد؟ طب تكتب أنت عارف يعني النقطة مع النادي الأهلي أو النادي الزمالك كانت تبقى مكسب بالنادي الأسفل أي فرقة في الدول خصوان إحنا موقفنا يعني شيفه صعب شوية طبعاً في فترة الأخيرة كان معنا عادل لو فيه فرقت النقطة مهمة جداً من نسبلنا أو بننعب على المكسب لكن نقطة في ظروف دي طبعاً نقطة مهمة جداً من نسبلنا أكيد استغلنا إجهاد اللعيب النادي الأهلي بلعبه كل ثلاث يام مباراة بس هنا كل الظروف دي ممكن الفرص النهاردة شبه كانت قليلة شوية دينا أو ديهم نحن ضربنا طبعاً على البنطة الظل الضغط الصعب اللي احنا يفينه فترة للفايزة كبتن يعني يعني فكرة الأخطاء اللي كانت موجودة كان فيه خطأ خاص لأعماد أعماد السيدة يعني ده برضو كانت موقف أعتقد أن موقف صعب بالنسبة لكم كان في الوقت ده طبعاً بس يعني ده حاجة يعني عادي راضية في الكورة أحدك عارف يا كابتن طبعاً لكن شايف النعماد بكل الفرق نهاردة قتلت مباراة كبيرة آآ بظلنا بتلعب نادي كبير زي النادي الأهلي ممكن احنا في موقف صعب ممكن دي كانت آخر مباراة جنا كمان كجهاز آآ ده آخر مباراة كابتن طبعاً انتم موجودين في متش امبي يعني آآ طبعاً يعني انا طبعاً من خلاحك باشكر الاجاز الفني بكابتن كابتن تامر مصطفى وكابتن رضا فداوي وكابتن طريق سليمان على الموجود الكبير يمكن هو عدم توفيق مش اكتر من كده لكن الكابتن تامر اسم كبير جداً مدار كبير جداً يعني واحد صحيح جداً ان نتعامل معاه آآ مدارب مصقف وعنده شغله وعنده فكره للأمانة بس هو عدم توفيق كان معنا كابتن الفاضر اللحيرة آآ ويمكن الامانة عملنا مع منظومة محترمة جداً 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 نادي الجونة آآ موجد نظري انه يعني بالامكانات اللي موجودة في نادي الجونة كابتن يعني النادي يستحق ان نبقى في مكان افضل من كده بكتير جداً حيح حيح انتو بتتركوا النادي بقى وانتو عاملين نقطة مهمة جداً خدتوا نقطة مهمة جداً من النادي الاقلي وعتقد النقطة دي ممكن تفرق مع فريق الجونة بالتالي طبعاً كل التأدير ليكو في المباراة النهار نقطة مهمة جداً يقدر ان شاء الله الجهاز الجديد يبنى عليها لان فرقة فرقة مسترمة والعيمة مسترمة جداً هو كان بي يعني كان بلازمنا سوق توفيئة كانت وانت عارف هادة كورة ده وارد صحيح كنا بنقد بشكل كويس جداً مباراة شوتشة بنقى متقدمين ونخسر ثلاثة ديين مباراة سرميكة نفس الكلام باتين واحد ديين او نخسر ثلاثة ديين يمكن المباراةين اللي فارغوا معنا جداً هو مباراة المقاس تغفرنا على ملعاب نحن تبرو كنا الافضل كتير جداً بطول المباراة نفس الكلام مباراة اسطن كومباني هنكين هما دول مباراةين الامان اللي فارغوا معنا كتير جداً اكبتين لكن هو في اللقاء الاخر توفيق وعدد توفيق بنشكر كل مجلس المدارة الموجود ناس كله محتربة جداً جداً نتمنى التوفيق النادي جونة لانه بالإمكانات الموجودة بالمنظومة المحترمة الموجودة لازم مكان افضل من كده كل التوفيق ليك كابتان احمد كابتان تمنى مصطفى طبعاً يعني يمكن اخر مباراة اليوم كانت النهاردة وحقق نقطة مهمة جداً جداً لفريق الجونة كابتان نكملنا نكمل كلامنا عن الماتش والشكل يمكن انت كنت بتقول لي احصائية الفرقتين نخش في الجزء الفني الخاص بالمباراة اليوم الاسباب اللي ممكن تشوف من وجهة نظرك ان ده الشكل الفني للنادي الاهلي اولا هم اللي اتنين انا مصر وعند رأي اني بقول المدرب دي مش لعبته مش هي دي اللي مختارها والمدرب بيجيب لعيبة تتناسب مع طريقة لعبه اسلوبه استراتيجية بتاعت المدرب بيبقى من خلال اللعيبة فانت هنا دلوقتي جاي لعبة النادي الاهلي وقعة بلوقتي الكورة لعيبة وقعة عسه هما الافضل في الدورة يا كابتن يعني هما الافضل في الدورة في افرقك يا مال ده السنة اللي فاتت هنتكلم على اخر فترات النادي الاهلي خسران دوري وخسران افريقيا صح الثالث دوري ونادي الزمالك هو الاول دلوقتي وفضلك مطشين لو كسبتهم هت متعادل مع نادي الزمالك لو كسبت المطشين المؤجلين هتتعادل في المشاركة دي تفري المؤجلة دي طبعا تتفري لو كسب النهاردة خلاص لو كسب براتي المؤجلين هيفرع الناد زمالك هيعدل بعد المطشين المؤجلين انما كده هيتبقى كفة متساوية اه الدورة يا حلو اه لكنا بتتكلم على مستوى الاهلي مش هو ده الاهلي مش هو ده لعبة النادي الاهلي شخصية لعبة النادي الاهلي بقالها فترة مش موجودة لان واضح ان لعبة النادي الاهلي بيتتدلع واضح ان فيه خمسة ستة من لعبة النادي الاهلي خليها نكون صرحة بتتدلع مفيش حد بيقرص عليهم لا مسؤول ولا مدرب ايام ما كان مساماني موجود بيدلع بعض اللعيبة ما بيجهز البودلاء الكف عشان لما يحتاج حد ما يقعش هنا بقى المشكلة بقت هنا دلوقتي كل لما الراجل دلوقتي ريكاردو ماشي الفاتو ماشي ده يجي لعب واحد ليه واقع بدني ما انت لازم تجهز الناس كلها عشان تلاقيها فدي مشكلة دخلت في كذا حاجة في كذا نقطة مش عايزة افتح فيها لكن انا بكلمك على نوعية لعبة النادي الاهلي لعبة دلوقتي متدلعة اللي جدد جدد وريح واللي راجع من اصابة مش عارف يرجع بتتكلم في الراجل لما بيجي بيدي ثقة لحد زي صلاح محص النهاردة ما هواش فاي بيرح مطلعه محمد هاني بيطلع محمد هاني ونزل كريم فؤاد بيطلع بكرايت ونزل بكرايت ايه الفايدة من التغيير ما هو الراجل جاي لا 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 لعبة يعني فرقة مهلهلة فنيا بيحاول يصلح هيصلح ايه من يوم وليل لا المدرب سيبه دلوقتي ما اقول اكتن بس برضو انت تتكلم على تغيير مثلا انا ما رشتب اتكلم على تغيير عشان اللعبة مش مساعداء اللعبة يا فاروق مش مساعداء هي دي لعبة النادي الاهلي اللي كان بتنزل تاكل النجيلة في كل مباراة تقوليش اجهاد بقى وضغط مطشاط انت بتلعب كل اربعة يام مطش وممكن تنزل في كل خط ممكن ترايح اتنين طب معالم معلول كان متعور ومريح وبيلعب والسولية كان مريح وبيلعب وديانجي كان قعده وبيلعب وحمد فتحي نزل مكانه والمطش اللي قبليه كان ديانجي وبيلعب حمد فتحي مين تاني ما فيش حد واخمد عبدالقادر مريح حسين الشاحات مريح ما كل اللعبة مريحة هي والناس بتلعب تاني فين بقى الاجهاد نغمة الاجهاد دي خلاص بقت موضى قديمة النادي الاهلي عنده تلاتين لعيب رجالة تلاتين لعيب كف لما تحتاج اي واحد في اي لحظة يبقى موجود النهاردة ما شفناش حد انت بتتكلم في تسعين دي ما فيش فرصة في العرض اللي صلاح محسن وعلي معلول دربة حرة غير مباشرة لضيعه وفرصة حسام حسن وحسام حسن يعني انت بتتكلم ده كل ده جوه السكس يا اردى يعني دي الاهلي هيقع تسعين دي يضيع حتى جي الفاول اللي في السكس يا اردى يتعامل شكل يعني علي معلول شاطف الساعة اللي هو بعيد عن مستوى منساعد مجدد علي معلول مريح سيبك من الاصابة ربناش في كل الجميع يعني اه الاصابة ممكن انما لما بترجع الملعب انت برايح علي انت ما عملتش غير اوفر واحد تسعين دي فين علي معلول اللي كان بيكمل وبيخش ويعمل دول باس ويشتغل وبيعمل وبيعمل من الشمال ويشتغل جابها مع الهافر مفيش محمد هاني واقع هو ده مستوى باك رايت يلعب منتخب مصر ولا النادي الاهلي فين يا جماعة الباكات رايت اللي في النادي الاهلي دي اللعبة التي تتكلم عليها بتاعت معلولة يعني حتى الكرة السبت اللي هي مش مكملة ستة متر ستة متر ده جوه السكس يا اردى ولا تمانية متر هو عايزو حطها في الساقف فوق باستران حطها في الساعة هو ده علي معلول مفيش تركيزة فاروق من لعبة النادي الاهلي الراجل هيعمل ايه الراجل معزور بقى لو ستة سبعة ايام في اللعبة يعني الراجل ما اخطأش النهارده كباتلا خلص يعني انا بقولك الراجل النهارده معزور هي دي لعبة النادي الاهلي وهي دي الخامات اللي موجودة هيعمل فيها هيغينزل لعب لا طب اطلع لفاصل بقى وتردوا عليها في النقطة دي ما هو ممكن اللعيبة ماشي اوكيه عندها مشاكل لكن هل الراجل نفسه اوجد الحلول من خلال تغييرات من خلال تاكتك غيره اسناء اللقاء بسبب التعادل ده خلى الامور تختلف ولا الامور بالنسبة للعيبة هي اللي بس اللي بتخطئ او اخطأت ده برضو سؤال تجاوبيني عليه بعد الفاصل هطلع لفاصل كامل مع كبات المصر كابتن ابو الدهب كابتن كامول كملينا مع حضراتكم كابتن ابو الدهب خاني اسألكم الراجل النهارده ما اخطأش خالص يعني انا سألتكم هل هو سبب من اسباب قلتولي لا ما نقدرش نقول ان هو سبب من اسباب كابتن كامولا بيقول وانت قلت برضو طب لكن اثناء اللقاء هل الجزء الفني والتغييرات والتاكتك اللي ممكن يكون يشتغل بيه ويغيره اثناء اللقاء على حسب النتيجة هل هو عمله كما يجب هو التغيير اللي عمله يا فاروق ان هو طلع شريف برا لما طلع صلاح محسن ونزل حسام حسن فروت فروت في الصندوق هو ده التغيير اللي حيض اللي عمله حاجة حتى عمل تغييره احنا استغربنا منه جدا اللقاء لما تشد محمد هالي وراح مطلع ممكن هالي يكون عنده حاجة صابة او حاجة عنده ما انت ممكن انت ممكن يا فاروق تغير في الملعب وممكن ترى الملعب ممكن ترجع حمدي فتحي ولعب بسولاة بس في الحيطة ديات ونزل فروت تاري مع حسام حسن هو ده اللي انا بقولك لكن انت اللعيب النارده في مع الرجل مش هيدر يا ما تنتظرش منه حاجة في الفترة اللي جاية مع اللعيبة بالمستوى ده او بالاداد او بالشكل يعني انا كمدرب ما عليش من مستوىهم هتعلي امش هتلحق الماتشاط مضغوطة انت الفترة اللي جاية فيه ضغط الماتشاط فالراجل النهارده عيد ديك كل المبررات اللي عام اه يعني انت ما تحزبوش لنهاية الموسم يا حب هتحزب زائل الدوري ماشي بالشكل ده كابتل خلي بالك ما ليه يا كابتل كامون خلي بالك انت خسرت الدور ما حزبوش حتى خسرت الدوري لو خسرت الدوري او كان يسامي يكمل يا ابو الدعم ما انت بقولك كان مجبوه من اول السنة وده خطأ برضو انت كان سامي مصار انت الراجل عشان تحاسب لا ضياع الدوري هيبقى من سبب منه مسماني ان كان بيعتمد على 16-13 لعيب اللي هم ما كان بيلعب لك ما كانش مد الثقة لبعض اللعبين ما كانش فيه لعيبة بتنزل بديلة النهارده كانت بتنزل كان حتى لعيبة اللي بتتقلق كان مسماني بيقلماتش اللي بعدها ما بيلعبهاش النهارده بيرستاو الراجل مش مقتنع بيه مكسوني نفس الطريقة محمود وحيد على فكرة فيه لعيبة كتير جدا الراجل ده مش مقتنع بيها من المنظر واو الشكل اللي احنا شفناه لكن انت النهارده عشان تتكلم من راجل هتحاسبه لا متحاسبش الراجل حاسب اللعيبة اللي موجود اللعيبة اللي بتهرك كابتن برضو انا مش هقولك مش حاسب بس انا هو بقولك على شكل فني انا بشوفه هل هو ليه بصمة فنية لا فيه بصمة في الحتة الهجومية موجدت في مطش زي النهارده اه في النهارده عشان اوجد حلول واجيب اهداف ده كان موجود النهارده كان موجود بشكل ان انت بتهاجم بان ان انت مستحوز حتى النهارده مش هفناش الشنهه كتير لكن خلي بالك برضو ده يرجع لتراجع فرقة الجونة ان اياه بتحافظ ان اياه ما تتغلبش او ما يجيش فيه لكن انا اخدت بنته من نادي الالي ده مكسب في حد ذات وانت بتلعب فرقة محتاج ان ايضا لو ما كسبتش ما تخسارش هو ده اللي احنا اتفرجنا عليه في فرقة الجون لكن الرجل كان بيهاجم وكان بيهاجم بشكل كويس لكن فيه عشوائية حتى من ارده بتفرج طار محمد طار انا مش شاف لدور هو بيلعب نحية الشمال ولا في القلب ولا بليميكر ولا بيلعب فيرود انا مش عارف الحاجة التانية فيه كمان ان انت ما طلعتش من برقة ما بتلعبش من برقة او ما بتفتحش الملعب انت افشا مصمم يختارك من من الداخل مع محمد شريف انت بتلعب ونفزا اقولك السنوائية دي بطلت في الكورة وفي السنوائيات الوقت بان الله يرحمه كابتن حسن الشاسد ومصف رياض مع اعترامي دي خلاص الحاجات دي بطلت انت النهار ده عايز تكسب عشان اجيب جون عشان ان انا اقلل اللبناط هل كان كافي التغييرات اللي حصلت يا كابتن بالنسبة لنادي الاهلي ولا كان يجب فيه تغييرات داخلية ايضا من خلال تحركات ومن خلال ايضا وجود لعيبة في مركز مختلفة التغييرات اللي هي الكليسيكي يعني ديانجي مكان حمد فتح وزياد طريق مكان وحسام حسن مكان صلاح محسن تغيير مركز بمركز لكن عملية ان انا طيب ده مدكش مؤشد لحاجة معينة زي ايه انا الرجل ما بيغيرش غير مكان بمكان وبالتالي مفيش يعني التطوير في فكرة نفسه ان انا ممكن انزل او اشيل مدافع انا بحتاج المطش هو وانزل مهاجم ده اللي انت عايز اقولهولك اه بعد اما خلص الاسامة بتاع التغييرات هو غير اربع لعيبة ما غيرش خمسة كمان واخد بالك فهو ممكن كان يعمل روتاشن داخل الملعب ان هو يلعب بفرويدين محمد شريف جوه هو وحسام ونزل كريم فؤاد مكان محمد هاني ويشتغل مع علم علول هو وكريم فؤاد ويقدر يعمل كورسات لان الجنة كانت عاملة تكاتل دفاعية وزاد عددية دفاعية ده الطبيعي ان هو كان يحصل هي دي هو الخطأ الوحيد اللي هو عامله النهارة ان هو طلع شريف برا واضعف خطورة النادي الاهلي من داخل السندوق يبتدي اعتمد على حسام ويبتدي اعتمد على افشا جاي من الخلف لكن طول ما انا عندي زادة عددية وبتغير طريقة اللعب مع فرقة عاملة تكاتل دفاعي كنت ممكن اقدر اجيب جون عندي شريف بيلعب براس كويس حسام حسن شوفنا بيحاول بيلعب براس كويس عندك طاهر قبل ما يطلع كان بيلعب بهيد كويس يعني انت بتتكلم في كام لعيب لو جوه الثمانتاشر كان يبقى فيه خطورة انا انا متكلم على الطريقة اللي بيلعب بها النادي الاهلي 4-2-3-1 اللعب اصلا يا فاروق ما هيش فيه نفس الطريقة اللي كان بيلعب بها تامر مصطفى النهاردة في الجونة لكن تامر نهاردة كان فيه تحفز دفاعي زيادة شوية كان اه فيه توازن دفاعي اكتر انه هو اه ما خالد قالك انا ما عافش بيلعب فرود على الدايرة وفيه فرود بيبعد دايرة راجل خايف يخسر بيلعب النادي الاهلي تيم كبير لكن النادي الاهلي ساعد تامر انه هو المباراة اطلع سفر سفر انا شايف النهاردة لعبت النادي الاهلي كانوا فيه تكاسل في الاداء وما استغلوش يا فاروق الفرصتين ثلاثة اللي جوم في خلال التسعين دي انت بتتكلم في فرصة ضربه حره غير مباشرة اللي انا قلت لك عليها بتاعت معلول وفرصة للحسام حسن وكرة اللي في العرضة اللي بتاعت صلاح محص ثلاثة فرص جوه السندوق جوه السكس يارده عارف يعني دي معناها ايه يعني مفيش تحركات من الاطراف ومن العمق ومفيش شطعة الجوم مفيش داب الباص مفيش ابداع من اللعيبة جوه الملعب وده انا من وجهة نظري بقولك ان الاهلي النادي الاهلي في خطر لان اللعيبة ما هياش فاية لعيبة النادي الاهلي لازم كل واحد يرجع لمستوى بعيد عن شغل المدرب انت لو مرجعتش نفسك انت لحبك للتشيرت الاحمر وحبك لنادي الاهلي انت الدورة يروح منك فده جرس انذار للعيبة النادي الاهلي لعيبة النادي الاهلي فيه ثلاثة اربعة ايا فاروق بيدلعوا ملاش علاقة بشغل المدرب الراجل لسه جاي عمل اللي عليه بيشوف الناس وبيكتشف كل اللعيبة وبيتعرف عليهم على اسميهم وعلى طريق لعبهم على مستوام الفني والبدني ويبدأ ان هو في اخر الموسم يقدر يقيم اللعيبة ويقدر ان هو يشتري اللعيبة تتناسب مع طريق اللعب يبتدي المبارر الدولة يا كابتر ان الراجل ممكن يخسر للدورة مش مبارر ما هو الراجل قال لهم كده قال لهم انا ممكن ما هو الدورة مش بتاعه خلي بقى قلت على عشان تخكم على الراجل انا اكلمك الدورة لو مش بتاعي لو انا مثلا فرق عشر نقاط لكن انا جاي وعندي ثلاث مبارات مؤجلة وفرق من نقاط لو انا كسف ثلاث مبارات دول اركب الجدول الدورة ده مش توقيت ان انا جيف فيه مدرب يا فروض ايبا فرق نقطتين اكابتر مش توقيت ان انا جيف فيه مدرب وقدر حزبه انا مش بدافع على ريكاردو ان هو انا معرفوش بس انا بتكلم على المفروض اللي كان يحصل كان مفروض سامي يكمل وماشي مع الفرق كويس والراجل يمسك من اول ساعة سامي كان هو اللي هتحمل يعني لو خسر الدول هتحمل سامي بس خد بالك بقى وانت متحملش سامي ومصاري برضا ادارة ادارة لو كان حصل كده يا كابتن كاتل جمهير النادي الاية تقولك انت ليه ما جبتش مدرب ماشي من اول السنة لكن ما جبوش اخر ست مطشاطه حزبه على دوره طب اللي فات ده مين يحسب عليه مين يحسب على المشاريع التانية دي ممكن دي تكون الشكل الفني اللي نادي اينا هو الترقبات من وقت المسيمين ماشي ده طبيعي ما اختلفناه انما انا بتكلم يا فامحمود ان مدرب زي سامي امصان شاب واعد مدرب كويس عمل مطشاط كويسة اكمل خمس ست مطشاط دوره موارد ان هو يخسر طب الاهل عماء بيخسر السنة دي مع موسماني وغيره والنهاردة تعادل مع ريكار انا بتكلم يا فاروق من الاخر يا فاروق هي المشكلة مشكلة لعيبة مش مشكلة مدرب في النادي الاهل مشكلة النادي الاهل السنة دي مشكلة لعيبة كل اللعيبة بعاد عن مستواهم لو في بعض اللعيبة لو قلتلك عليهم هعدلك سبع ثمانية مش شايفين قدامهم ولازم يعيدوا حساباتهم انهم يبقوا يعني ارجل من كده وانا هفضل احمل مسماني بقى لفترة الجاية كابتن بقى عداء النادي الاهل خلاص انسى مسماني بقى خلاص ماشي ما انت اللي بتقوله مسماني لا 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 يا فاروق احنا نتكلم في لعيبة مش واخد السكة في لعيبة مش واخد السكة من المسماني الفاروق الاخطاء اللي هو سبها لسامي الرجل وصلها لريكاردو تمام؟ خلاص احنا مش هنتكلم على مسماني تاني خلاص هو بقى ماضي نتكلم دلوقتي في الحاضر في المستقبل في لعيبة فيها اكسباير خلاص تمام كابتن ابو الده الاهلي عنده المقاولون عنده اسماعيل اتنين في صراع الهبوط يعني بحاول يبتعدوا عن القسم السكيني وعنده ماتش يوم 12 ان شاء الله 12 الشهر ده مع فوتشر يعتبر ماتشات قوية جدا انا اقصى مفيش ماتش اصلا سعر وانا بقول قلت بالاول ان الفرق اللي بتصارع على الهبوط هتصعب الامور على الاهلي والزماني انا ما بتكلمش بس على الاهلي لان الزمانك برضو هيبقى عنده ماتشات مع نفس الفرق وهتبقى الامور صعبة ولكن انا بتكلم عن الاهلي في حالته دلوقتي يمكن الزمانك عنده ميزة في الوقت الحالي انه بيكسب حتى لو هو وحش لاني ما عندهمش ضغطات هم مش فارقة مع الزمانك على فكرة والزمانك ما عندهوش لعيبة انت برضو عشان نتكلم بأمانة ربنا لا انت كل اللي بيحصل الفترة الجاية الفترة اللي فاتت ان الزمانك بيلعب بالناشينة وبيلعب بالشباب ودي حجة لا انت عندك لعيبة عندك ما بيش عشان ابو جابل ولا بنشارقي ولا طاري حمد مش موجودين لا على فكرة ده اداء تحسن بس دول لا الاداء تحسن من غره بس دول بقى دول الجامدين بتعاني الزمانك يا فروق خلينا مع جامدين بس الاداء تحسن من غره وبقى بنتفرج على الزمانك وفي تحدي من اللعيبة ومن الراجل واحنا قلناها والراجل عمل شغل كويس جدا ان هو بيطعم فرقة نت الزمان مع اللعيبة الشباب مع اللعيبة الكبيرة اللي موجودة وعنده خط هجوم بيعرف يكسب اه بيلعب شوت وشوت على فكرة يمكن الراجل فريرة برضو يا فروق بيحقق معادلة صعبة ان انت بتحقق اداء ونتيجة ممكن يبقى شوت وشوت لكن الماتشات كل الماتشات اللي جايه هتبقى صعبة حتى مع الاسماعيلي مع المقاولين مع اي فرقة الماتشات اللي جايه السهلة في الاتفيتشر من الفرقة المحترمة جدا اللي بتلعب كورة وعندهم لعبة كويسة جدا عندهم وانا بقولها لك محمد عاطف من احسن الفراو ده اللي موجودة في مصر لعب ممكن هيكسر ربطه ايما خلص لا وبيعرفوا يجيبوا جونه وبيعرفوا يتحركوا وبيهاجموا علماء من المديرين الفنين اللي بتعرف تهاجم وبتعرف تلعب الفرقة الكبيرة نفس الطريقة مع الاسماعيلي اه بيعاني وعنده مشاكل لكن انت برضو بتلعب فرقة كبيرة عندهم لعبة كويسة لكن في ظل المستوى اللي موجود في النادي الالي لا مشكلة النارده عشان تتكلم على الراجل لا الراجل شهادة ميلاده الحقيقية في مبارات الزمالك عشان تقيسه على الراجل اللي انت تتفرج عليه لا شهادة ميلاد الراجل يعني الماتشين الجايين فيوتشر واسماعيلي عشان انت بتلعب فرقة كبيرة بقى خلي بالك انت المؤولين برضو هيدافعك المؤولين اسماعيلي لا انا بكلمك على كمان الهدف من الماتشين مثلا الاسماعيلي والمقاولون هدف مهم جدا هو يكسبه زي بونا نهاردة كده فالخطال هيبقى صعب جدا المؤولين والاسماعيلي هلعبه النادي الاب مش هلعبك على مكسب هو عايز ياخد منك بونط يتعادل خلينا برضو نبقى متفقين النادي الاهلي بيحتاج ان هو يكسب هتلاقي بيكشر عنيابة هتلاقي الفرقة دي بتلعبك مدافع وهتعملك زون دفنس من البداية لازم يكون عندك حلول لازم تلعب بفرودين لازم تبقى ضاغط من البداية النهاردة لكن انت النهاردة عشان تقعد تغير في الملعب وتعمل مشاكل لا ده اللي مش موجود انت بتقول اهو ما انا بقولك لازم يبدأ من البداية لازم اضغط يكون عندي فرودين بيعرف ويجيب وجود طيب يبقى ده جزء مدرب لازم ما هده شغل بدرب ما انا بقولك ما هده بص عمالين نطلع مبررات للمدرب لا انت مدرب النادي الاهلي وزي ما هو قال ما انا قل جزء محفظني ومعرفني وكروش عايله على كل حاجة حتى المترجم بتاع كروش هو اللي معاه يعني انفاهيم على كل حاجة فبالتالي انت عارف الكرة المصرية وعارف طريقة اللعب وعارف ان النادي الاهلي بيلعب على بطولة وبيلعب على مكسل فانت محتاج النادي الاهلي انتوا بقى بتبعدوا المدرب عن هذه النتيجة بالنسبة النادي الاهلي تمام؟ خلاص مش بتبعد هطلع للباسط وارجع وارجع اسأل كاتن كامونا لو الماتش اللي جاي والماتش اللي بعده اللي هما ثلاث ماتشات اللي انا بقولك عليه هم سواء فيوتشر والا المقابلون او الاسماعيلي الاهلي خسر بعض النقاط هل برضو هتحفظ لتحمل اللاعبين هو مفروض تولى المسؤولية وزي ما قال كابتن ابو الداف في البداية هو المسؤول الاول والاخير خلاص بعد التولير المسؤولية ولكن المستوى الفني ده هو برضو مسؤول عنه برضو هل تتوقع ان الامور بالنسبة له الفترة الجاية تختلف ولا نطلع الفاصل كمير مع كاتن ابو الداف وكاتن كامونا طيب من كاميرين مع حالكم كاتن كامونا ماتشين الجايين او الثلاث ماتشات اللي انا بالنسبة للنادي الاهلي وهما ماتشات ماتشات جاية بعد تعادل مع الجونة في الظل اللعبين وحالة اللعبين تتكلموا عليها فيوتشر فريق قوي بيلعبنا اي كاس الربطة في المركز الرابع عندك المقابلون العرب الاسماعيني بيحاول يبتعدوا عن مركز صعب جدا في جدول الدور ممكن الامور تروح لفين في المتشات اللي جاية دي بالنسبة للأهلي بالنسبة للأهلي بالمستوى ده لأن ده الأهلي ممكن يقع انت بتتكلم في الأهلي وفيوتشر يوم 16 ثالث يوم العيد وبعد كده السابت 16 يوليو مع بيرامدز فرقة تقيلة جدا في الكاس وبعد كده لا ده دوري بيرامدز والدوري هو عنده مباراة في الكاس ايضا نهاية كاس مصر مع الزمالك فبتتكلم في ثلاث ماتشات مستوى فني وبدني وتقل فرق بالتدريج فيوتشر بيرامدز زمالك ثلاث فرق تقيل النادي الأهلي لو لعب بنفس المستوى الفني والبدني اللعب بين النهاردة والفكر ده أنا الأهلي يبقى في خطر الدوري يبقى في خطر لأن انا هتكلم للمرة التانية النهاردة بقول لك يا فاروق سوق مستوى لعبة النادي الأهلي هيبعده عن المنافسة في البطولة السنة دي يعني كده الزمالك أقرب ان هو ياخد الدوري بمستوى لعبة النادي الأهلي وكاس لو لعبة النادي الأهلي ما فقيتش في خلال اسبوع لا النادي الأهلي ممكن يطلع زيره بطولات زيره بطولات يعني الأهلي لا صعب صعب النادي الاهلي يخرج مثل ما طولكم ده صعب يحوي مش احتضل كلنا عشان كده ان بقولك لعبت الاهلي لازم لعبتلا لا اول لعبتلا الاهلي لازم توفق الفترة الجاية لازم تفكو مو دا النا نقصدها محمود لكن احنا بنتكلم ان النادي الاهلي اللازم توفق الفترة الجاية فاروق قال الكلمة حلوامك انتوا بتحملوشي المدرب لا ان möjنا ليشي مدير فاني انا ك welche المسؤولة يعني بقول لك المسؤولة على ج Feuerين كبيرة وصغيرة يا كمو ول لكن خلي بالك أنا بقولك الحاجة برضو خلينا نتكلم يعني النادي الأقلي برضو تقيل يعني كان المفوضة ما فيه مدرب صاحب سيفي قوي هو اللي يمسك لا هو سيفي بتاعه ضعيف النهاردة كان فيه ماتش سموحة وكافر الشيخ وفاز فريق سموحة النهاردة في دور 16 بسودة سيا يعني ماتش كان فيه عدد كبير من الأهداف 6-1 كابتن أحمد صالح المدرب عام لفريق سموحة مبروك يا كابتن تأهل للربع نهائي كابتن فاروق تحياتي ليك وحشني جدا جدا وتحياتي لكابتن سهيل وكابتن أبو الدهب حبايبا حبايبا كابتن أحمد مبروك ماشين زي الفل هو يا كابتن أحمد هدد فيها زي الفل مبروك كل اللي بنعمل مداخلة معاك يا كابتن أبو الدهب بالدول يتبقى تمام لا فريق فرقة محترمة والله يا كابتن وبتلعب كورة وبتقده بشكل جيد يعني بالتوفيق دايما مبروك يا نجم لا شاهدة منك كابتن ربنا يا كابتن أبو الدهب حبيب يا كابتن فاروق مبروك الشينا حلو عليك بقى مطشن عالتوالي هو طبعا طبعا شكو حلو جدا طبعا كابتن أحمد يعني فكرة الفوز بنتيجة كبيرة ده كان موجود أصلا في الحزبان ولا كنتون تناسين فقط الحصول على التأهل للدور الربع نهائي لا كابتن فاروق انت من البداية واحنا لعبين بالتشكيل الأساسي عملي حسابنا بعد المبارات الأهلي ان الدنيا ستكون ممكن يكون اللعبة فكة شوية او او فاكستن بسوني يعني اتكلم عن لعبة ان دي مباراة عايزين نروح الدول اللي بعد كده وما يحصلناش اي دروب من اللي بيحصل بعد المتشوات الكبيرة يعني واعتقد اللعبة كانوا على قد المسئولية المهارضة واشتغل من اول من بعد مبارات الأهلي على طول وانك لو اخدين الأمور بجدية جدا جدا الحمد لله كانت باين على قدية انه عرضا من اللعبة واحدين الأمور بجدية ما كانش فيه استغطار حتى الكابتن يعني كان فيه بعض المشاورات كده ان احنا ممكن ندل بعض الناس فاتفاقنا انه بعد ما نكسب مساء شوط التاني في التشكيلة الرئيسية او الاسسية كان ممكن تدل فرص في شوط التاني ما فيش مشاكل فالق حصل كده كابتن فعلا اه اكيد اكيد يا كابتن فاروق متعدوك المتش جاي لإسماعيلي عندنا إسماعيلي في إسماعيل او اه ده متش برضو صعب من قف إسماعيلي الحالي كمان والله ما فيش متش سهلك أسفرو كل الفرئ في الدوري اه صعبة جدا جدا يعني احنا رعبنا آه اصر يعني آه اه و الدكان فرقة صعبة جدا 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 بالمجهود اللي بيعيروه يعني احنا كنا خسرين اثنين ورجعنا يعنى تعدلنا ثنين والتنين في الشوط التاني يعني بأسفرات تقول لحظاتك ما فيش فرقة آه وبش فرقة سهلة وفرقة صعبة وهو بالمجهود الشيء اللي بتفزي المجهود اكبر اللي بتكون مجتمة اكتر بيكون عامل حسابها لنها واخد الامور بجدية اعتقد الدين اللي بيوفينا بيوفيها بجدية صحيح طيب فكرة الدور يا كابتن يعني الموسم ده تحطها الان في المركز الخامس هل الامور بالنسبة لكم يعني راحة ليدناتو خلاص الامور بشكل كبير اتحاد المصيح حسم التأهل للبطولة الافرقية هل ده بيأثر شوية على تموحكم انكم تبقى متواجدين في مركز رابع او ثالث بس احنا رابع احنا وفوتشور هي احنا 29 وما 29 اه لكن هما في المركز الرابع وانتو خامس يعني بنفس عدد النقاط يا كابتن اه 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 تسعة وثلاثين انا عزي تفنيش الدوري نفسه تفنيش الدوري كابتن لا احنا احنا بنشتغل على المركز الرابع او في المربع الزهبي بغض النظر بقى انت هتروح بطولة افرقية او مش هتروح او هتروح بطولة عربية فاحنا هدف لنا او لعبتنا ان احنا تبقى في الجدول وبعد كما بنبص على البطولة احنا نشترك تاني كده بطولة عربية او افرقية لكن هما لو خدوا حتى كمان كابتن فاروق بالدور الاول فاحنا برضو كنا خامس في الدور الاول فبردو لنا بطولة عربية يعني في تلت الحالات انت مشارك في بطولة اوز. انت مشارك في بطولة وده في حد ذاته شيء كويس. لكن الهدف بتاعنا احنا مش ان احنا نشارك بس في بطولة لا ان احنا نبقى ثالث ورابع يعني ان نبقى في مركز كويس يعني. انه في نهاية الدورة كده يعني. عندك غيبات كبتا في الفاتر الجاية. لو انك ان حليم وحمص عنده يعني انكر رجله فيه مشكلة. وحليمو عامل صليمي بقاله فترة يعني من اول الثانية. دول بس الاتنين اللي ممكن عندك. اه اه. المعصرين اكتب ان انتو عندكم. عندنا البداية الموجودة. رجب مثلا مساك الذكاب موجودة نهاردة. رجب نبيل. كان المغارس انا مكانش موجودة. هو وصديق والاثين من اعملها رئيسات الفرقة. نفس ثانية اشتغلت مكانهم وقدوا بشكل كويس جدا. وكسبنا القادة. فاللعيبة يعني. الفرق الفردية اللي بيجي اللعبها وبعضها مش كبير اوي. اهم حاجة اللعب اللي يبكتهد ويشتغل. اه. بنواحج جدية. يعني ممكن يكون عندك لعيب مهر جدا جدا. لكن. وهو مع الكرة بس. اه. وهو اول مبخد الكرة بكون اصداعي. فدي ممكن تبقى. بتبقى عاملة مشكلة. كانت يهلنك اللعب اللي هو بيقاتل دور دفاعه ليكون مع بعض يعني. كنتو فيلك يا كابتن احمد وسلمني على كابتن احمد عبد الحميد بسيوني. وهو هي بيسلم عليك صحيح ها. ماشي. ده حبيبي. اه. شخصية جميلة. كانت العمد صالح طبعا المدرب عاملة فريق سموها بشكره وشكرا جزيلا. شخصية محترمة جدا. ومؤدب ومدير فني. يعني ان شاء الله واعد ان شاء الله فترة جاء. كابتن كامونا. كنت بتقول على ان الامور ممكن تصعب على نادي الاهلي لو اللعيبة ما فقيتش. في خلال اسبوع. طبعا. اسبوع. طبعا. اسبوع ده ايه لعيبة ولا مدرب برضو ما هي دي برضو احمد. المدرب برضو لازم يكون لي دور هنا ان يفوق اللعيبة. لكن ويتور بعض اللعبين. انما انا اللي انا كنت بقوله ان المدرب مش مسئول عن النتائج. لان هو جاي في وقت مضغوط وعنده منشاط كتير. وكاس ودوري ودوري وكاس قديم ودوري وكاس جديد ومشكلة والاهلي مضغوط في الدوري. كل دي حاجات بتأثر على المدرب الجديد. عايز يعرف الفرق اكتر. مضغوط ماتشاط ورابعة. لكن اللعيبة هي اللغز. هي اللي هتحل اللغز. اللعيبة الاهلي او كان كسوناروت كان حيحل حاجات كتير. كتير جدا. ان هو على اقل في الماتش دي. عشان داخل على طلات ماتشاط داخل على فيوتشار داخل على بيراميدز داخل على نهايكاس معنات الزمالك. المدرب هنا يتعامل نفسيا شوية. الجانب السيكولوجي شوية يبدأ ان هو يتعامل مع اللعيبة. يرجع اللعيبة. زهنين كمان زي بنتكلم. ان ممكن يكون لعيبة خارج الفورمة. مش مركزة. مرنش كويس. مش حافظة طريقة لعبه. يبدأ ان هو يعمل اجتماعات معاهم. يرجع اللعيبة. احنا طول عمرنا كده في نادي الاهل. لما بنحس ان احنا بعاد بنقعد مع بعض. دارة ما نهاش دورة كمان. نهاردة بعد ماتش زي ده. دارة. بشكل كبير لازم تقعد مع اللعيبة. وتقعد مع مديره. وتعرف الاسباب بالتراجع مستوى اللعبين. نهاردة حتى فيه تغييره حصلت. يعني احسن. زياد طار اللي ما نزل. عمل شغل كويس. بنحش مال على قد ما قدر. بيتحرك وبيروح وبيوصل وبيعب الأفرات. حتى يمكن شوفناها فيه خطورة بشكل كويس. وفيه إيجابية على الجون. حتى النهاردة كمان. الحاجة الحاجة اللي حلوة اللي شوفناها في الماتش. لما نزل حسام حسن بقى فيه خطورة على الجون يا فروب. لان انت فيه حد او فيه حد فيه زحمة في التمنتاشر. بان انت بشوف تحدي في الصندوق. النهاردة بيتحرك. انه انه شوفناها. لكن هو ده الطريقة بتاعت النادر آلي. وانت عارف وكلنا عارفين النادر آلي. هو يعني زي ما بنقول. ال� الضغطة او ان انت من بدري. هو ده اللي انت شغل النادر آلي. ان انت بتعمل كل الشغل ده عشان اجيب جهول. لكن انت لما بقاش موجود في الصندوق. النهاردة يعني انا مش معي. كف شريف لما قالك. ان محمد شريف بيلعب بيلعب. لا بحاجة شريف محمد بيلعبش بيتماغه. محمد شريف. الوحيد اللي بيلعب بيتماغه في الحتة دي. يا صلاح محسن وانت مطرفه. يا ام حسام حسن. هم الاتنين دوله اللي بيلعبه. حتى النهاردة شوفنا اوفرات كتير ج لا اتعمل لا اعمل يا فهو. بقى كله في الساعة. لا بس فيه كتير يا فهو. يا راجل لا علي معلوم لازم يحاسب نفسه محمود ويرجع مستوى. مش هو ده علي معلوم. انا بتكلم. في ساعة مجدد وهو مريح. ما مش علي معلوم بس. ما عملش كروسات والناحة التانية ما فيش كروسات يبقى. جابها ماتت خالص. الشمال وليمين. هو اصلا. لا انت فيه تنويع مع تقوله عمرنا في جنادي الالف فيه تنويع في الهجمات يا فهو. يعني حتى النهاردة بتطلع منبرة بتعمل اوفر لاب بتت الحرك. ده بيخدش مكانه. فيه لعبة مبنسوهايش. انا شفت شفت الراجل اللي نهاردة هو بيكلم هاني بيقول له اطلع اطلع لقدامه. ما هو. في المنطقة اللي تقدر تعمل فيها كروسات بشكل جايب. ما مش هيطر مش قادر مش هيطلع. مش هعمل لك. خرر حتى المرش اللي فات. ما الراجل خرر بس اطلع. بيقول له اطلع اول اطلع بره. اصدقى خمسة وتمانين دي يعني. انت قلت حاجة فويسة. انت ممكن تغير. انا قولك لها دي اصابة. يا ف خصوصا انفلت الجونة خلاص وقفت. وارتضت بالتعادل. كنت ممكن اسحب محمد هاني. لو انت عالص غيره. زي ما انت قلت ما تغيرش مركز بمركز. ممكن تنزل حد تاني. في الحتة اللي هي الامامية. لكن انت طلعت ديانج. طلعت حمد فتح ونزلت ديانج. لا انت ممكن كنت تلعب بتلاتة وراء. وتستفد. ما عندكش غير وليد سليمان بره. تنزلت زياد طارق. وديانج وحسام حسن. هو وليد سليمان كان ينزل. كان وليد. كان ينزل مكان هاني يلعب بتلاتة وراء. زي ما حمود بيقول. وانا معه فيها. ويزاود الواحي الهجومية التلت الهجومي. مع مع افشا ومع ديانجي كمان كان يزيل. تلاتة وراء ليه كابتن. ده الجونة كان واقفة. ما انت ممكن تلعب بتلعب. ايوة يعني دي تلاتة وراء انا كنت تلعب. يعني عشان تلعب تلاتة اربعة تلاتة مثلا. يعني كنت غيرت الطريقة. يعني انت كنت لعبت بالطريقة دي. كنت تعمل تعمل اه ما هنا قدام. يعني انت بتتكلم. فعلي مع لول ما بيهاجمش كتير. هاني بدنيا واقع وبيطلع كل مباراة متعور. مش عارف. ما بيكملش كمان نوحي الهجومية. حمد فاتح نزل مكانه ديانج. اه حسام حسن نزل وصلاح محسن خرج. كل دي يعني تغييرات كل واحد في مكان. لكن عارف التغييرات اللي هي بعدل الطريقة. يعني عارف المرونة التكتيكية داخل الملعب. ان انا بعدل الطريقة مثلا اربعة تلاتة. اربعة اتنين تلاتة واحد. اربعة اربعة اتنين. كل دي كان تقدر تساعد النادي الاهلي في ظل تكتل الدفاع لفرقة الجونة. انا ما شفتش دي النهاردة. وبعدين الرجل عمال يحاول عمال يتكلم. بس اللعبة مش قادرة. اللعبة في حاجة غلط. ما فيش استجابة. ما فيش استجابة واللعبة مش قادرة يا فاروق. اللعبة اللعبة تنادي الاهلي النهاردة عندها مش عايزة اقول كلمة يعني عندها تكسل. تب ودالة انا بقولو هل الادارة هتبقى ليها هنا موقف. لازم. لازم تتكلم مع المدرب. تقول له فوق. ولا مع اللعبة. ومع اللعبة. طولهم ربنا نتكلم. بيجي مسلا بيتكلم مع اللعبة. بيتكلم مع المدرب. والمدرب يقول وجهة نظره. مع الاخطاء. ويشتغل على الاخطاء. ويزود كمان. ان النادي الاهلي فاروق دولة. ما بقاش يلعب على الاطراف خالص. لا وناج ولا بكات ولا ليفت. وما فيش جابها للباك والهوف. ان هو يعمل طبعا جابها من هنا ومن هنا. ما فيش كل. في حالة. حالة عامة للعبة النادي الاهلي. يبقى لهم فترة. مش مطمئنة. انا شايف كده. سببها كابتن الترقومات القديمة. بالضبط. اللي هو المسلمين. بالضبط. بس انا شانتكلم بقى. لازم هو كمدير فني. لو الحالة دي موجودة لازم يخرج لعبة بقصمة. انت بنقول النادي الاهلي بمنحضر لها فاروق. ما هو النادي الاهلي منحضر اللعبة اللي موجودة بتلعب وبتنزل وبتقدي. وبشكل جيد. لكن انت النهاردة المدير الفني عليه عامل كبير جدا لفترة الجاية. لازم يوجد حلوله. لازم يوجد البديل الجايد. اللي هو يكسب النادي الاهلي. لكن ده ما بنشوفهوش. يلعب بقى زي ما قلت لك يلعب بفرودين. هو ده تأحصل طريقة. طيب. دلوقتي اللعبة اللي انت بتكلموا عليها دي. في نهاية موسم لو انتوا بتشوفوا اللعبة في التوقيت. لو فضلوا بالشكل ده. هل تواجدهم بالشكل اللي هم فيه يكملوا مع النادي. او لو فيه بعض اللعبين ممكن ما يفعش. ممكن ما تكملش. تمشي بالنادي يعني. اه. ده لازم اللعبة تمشي. زي. محمد هان. زي. كريم. شوية. اه. زي تاني. اه بنون مشي. مكسوني هيمشي. بيرستاوي يمشي. بتتكلم في 3-4 العيبة هو. حد من الملعب الثاني النهاردة كانت. حسين الشحات عايز يجدد بفلوس كتير. ممكن ما يكملش. بتتكلم في 5-6 العيبة. لو جبت مكانهم 5-6. تقال. النادي الالي يمشي يعني. هي ده انت قافش لو مستوعه ما زادش يا كامونة يمشي. هو ما. انا بكلمك بقدر. انت ما عملتش الاجوم بتاع الزمانة قاضية ممكن. يعني انا بكلمك قورة. هي ميحصل دروب وعادل. لا مش يحصل دروب ولا حاجة عمر النادي الالي ما بيقف على الهيمة وتعلم لك. يعني لو مستواف يفضل كده لو يفضل مستواف على كده لا يمشي مش كده مينانة البديلة كابتن مينانة البديلة كابتن مفيش حال يعني بص ما في كتير يعني محمد هاني ممكن اكرم توفيق لو كابتن كامورة بيكان اكرم توفيق جاي خلاص اكرم توفيق اه طبع ويخلي بالك سر دلع محمد هاني والبعب بتاعه مش موجود اللي هو اكرم توفيق هو اكرم هو بعيد عن الملعب وربنا يرجعهم السلامة ده الوحش فعلا لو رجع باكرايت منتخب مصر ونادي الاهلي هيكهرب كل الناس دي لكن انا ما عنديش مفيش حد برا انا وكريم مستغلش فرصة زي كده مبيستغلش الفرصة ليه ليه يا كابتن مميزة نظرك هون بيستغلوا ان لان امكانياته كده امكانياته كده احنا خلي بالك فاروق هقولك بس هو دلوقتي كل ده حلوة وراح منتخب مصر واحنا ضد دهاني اتكلم فكورة لا فيه كبر النهاردة انت عشان تأم بص كل اللعبة اللي مشت من النادي الاهلي هي اللي كان عاملا لك شكل رمضان صبحي عشان تبقى فهم كان عامل شكل وانت موجدتش بديله عبدال السعيد انت موجدتوه شكل او بديله لا انا اتكلم بسمع بس اللي منتكلم عليه النهاردة كل اللعبة دي تزنبها في رقابة الادارة بتاعت النادي الاهلي اللي مشتها لان اللعبة دي فعلا اللعبة كانت قوية وكان بتعمل فارق مع النادي الاهلي وانت ما انتشلق لهم بديل لحد الوقت انت محتاج فرقة كاملة في النادي الاهلي لا انا بتكره غير اللعبة دي النادي اللي انا اخد بطلتين دورة يا حبيبي ما انتاخد لهم اشي خدتون بس الاداء ما كانش جايد الاداء ما كانش جايد يا فروق اوعى تفتكر احنا عوزين النادي الاهلي يبقى كوي بص يا قبول شكل الفني والاداء الجمالي مش كويس مش شكل الجمالي يا محمود كمان وطريقة اللعب والنجومية والفاولات والأسست بتتكلمه دوات عشان هو دلوقتي الامور مش جايدة لكن هو النادي الاهلي من غير اللعبة دي اخد دورة افضل انا مش عايزيني كابر يا فاروق الاداء من سيء الى اسوأ لا لا انت بتتكلم الاداء من سيء انت عمر انا مشوفنا النادي الاهلي انت متطفق يعني مع عبدالله اه طا جدا ويا رادي لو في حد يمشي عبدالله السعيد وفي حد يمشي رمضان صبحي ده كاس مختلف جدا عبدالله السعيد عبدالله السعيد كان في موقف تقديمي ممكن مناد رمضان الصبح هو اللي اختار عبدالله سعيد احسن عيب الفترة بس ان اهلي اتخر شوية ممكن كلامه تمامي هو اللي coule ولي قال قال لي رمضان صبح قدامك ساعة ساعة يا نعم بل محلق ده ده vacuum تخلص. بس الموضوع مش محتاج تفكير. مع ليش ما. ايه سياع يعني انا. الاهلي ببطولاته. الشاي ولو هيخدها. اتكلم حد. اخد رأيه. اللي بيعد من قدام النادي الاهلي بياخد بطوله. هنالعيب تربع سنين في النادي الاهلي واخد اتنشر بطولة يا فروه. احنا هنالعيب نقول بالاهلي بطولة. طيب ماشي. انا بكلم فيه. الجمالي الاهلي عايزة اداء. عايزة تبقى عدم استرياح. ونتيج. ونتيج. مع انت الاداء ونتيج. فانت النهاردة فيه اللعيبة دي ماشي محققه لك الموضوع ده. طيب. وماشي محققه لك بشكل كوي. هل فيه توقع ان الامور تختلف بالنسبة المرشوشكال بالنسبة للأهلي. في البورة القادمة. الحل بالنسبة لي وجهة نظر الشخصية اللعيبة. اللعيبة. يساعدوا المداري. تجمع بعضها كده. عودة الروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي يبقى افضلت من كده بكتير. لانه فعلا عنده لعيبة كويسة وبتصنع الفارق لما بيكونوا فيقين. وبيحسوا بقيمة النادي الاهلي. اللعيبة دي يا فاروق بقى لك ماتش. مش حاسة بقيمة النادي الاهلي وقيمة النعمة اللي في ايديها. والله هتخسروها جماعة عن تجربة. اللي بيمشي بالنادي الاهلي بيتبهدل. انت في نعمة مش حاس بيها بتلعب في احسن نادي في افريقيا. شد حيلك شوية وقف جنب ناديك في الفترة دي. عشان تطلع من محنة اللي انت فيها عندك افريقيا وعندك كاس وكاس تاني. يعني ثلاث بطولات في شهر ونص. طيب. خانيني اخدكم بقى النقطة تانية خاصة بقى يعني. عايز بس ااخد تقييماتكم قبل ما اروح للنقطة دي. تقييماتكم للعبين النهاردة. تفضلك هتناول ده. يعني. داتا مش شناوي. هتكلم الشناوي ما اختبرش. ما كن فيش كرة راحت له. ما فيش فرصة ضاعت. يعني انا مسلا هتكيمة تقوله ايه هتدلو كيام. يعني اللي احنا بنقوله ده. ده كرة كاتهدف. ماشي ما انا بقولك بعد الكلام اللي احنا بنقوله ده ونرجع نقيم. ها. لا باش ناوي ما راح تلوش حاجة. يعني. ما راح تلوش زي كابتن. يا كابتن ما راح تكرة ما انت تت. كرة هدف. ما انت كونه. ما انا بص افريق. جن النادي الاهلي. اي بص الطبيعي. اللي عبت النادي الاهلي زي ما احنا بنقوله نتكلم في كور. طبيعي ان الجن يبقى كويس. حارس مرما يبقى هاي. ويبقى مركز. ده بيلعب فأحسن نادي في مصر. طيب. وافريقيا. حتى تلوش قيمه بنوع منع هدف ممكن كان لبقصار. مش عضافه. على الواحدة ده جب جن يبقى كويس. لا وده رفع عمل اوفر. ده طبيعي. انت الاهلي بيلعب على المكسر. تتدينه كم يا كفر؟. انت تتدينه خمسة. يعني محمد انا لصفر. رامي ربيع او ايمن اشرف النهاردة برضو مفيش حاجة كتير حدوم مقفين كويس. تدينه كل احد اربعة. عالم معلول تلاتة. السلية مرهق بشكل كبير على فكرة. تدينه تلاتة. حمد فتحي تلاتة. صلاح محسن. انا اتكلمت عليه كتير جدا. قلت يلعب. بس هو بيلعبش برضا نعزو. بيلعبش في مكانه. تدينه اربعة. منت نطار محمد طارق انا مش عارف له. بيلعب فين? يعني ناحية الشمال ولا اليمين? نحن كان بيحاول. ادي له اربعة. افشة. تلاتة. محمد شريف انا اربعة فرق. حتى النا نزل. انا الوحيد اللي هدي له. اللي هو ازياد طارق. ام. ده ابي امانة. ده مستقبل وناشئ كويس جدا. ولعيب عنده جرء او يروح. هدي له ستة فرق. طيب. كانت تكمون. والله انا مكسوف ان انا خايم لعبة النادي الاهلي ان هم حاس ان هم عندهم اكتر من كده. لكن ماتش مش حلو يعني. كان انا انا اتمنى النادي الاهلي يبقى افضل من كده. لكن برضو جونة عمل شكل دفاعي كويس كبتامر. ويقدر يطلع بالنتيجة والنتيجة اللي هو عايزها يعني. حقيقي. انا بقولش ان هو ستة. عشان اتفق معاك للكرة اللي هو انقذك. ممكن النادي الاهلي يخسر. علي معلول بديله تلاتة. ايمن اشرف اربعة. رومي ربيع اربعة. محمد هاني اتنين. محمد فتح تلاتة. سلية اربعة. طاهر اربعة. افشة خمسة. صلاح محصن اربعة. محمد شريف خمسة. الاحتراطي. يعني تقييم ممكن اتديره تلاتة. حسام حسن اتديره اربعة. بس يعني. تقيمات النهاردة مش قوية. مفيش نجم اللقاء النهاردة? نجم اللقاء مش بكلام الاهلي او يعني اي ان كان. نجم اللقاء الجونة. حققت اللي اعزائي. الجونة كلها? اه كلهم. بالمدرب لان اللعيبة كمان. بالبحر يوم على التعادل بطعم المكسب زي مؤتبون. هتدي احد نجم اللقاء نهاردة? اه الحارس عماد السيد. مين? عماد السيد. عماد السيد? اه. يعني انا شايف ان هو كان مركز اول نهاردة. وانكس كرة من من حسام حسن او تقريبا اه صلاح محصن جوه السكس ياردة شالها برجل اللي هو اتعاور فيها. اه اه. دي برضو زي الكرة بتاعة تلاتة. زي تاتشنورة. اه لكن كان عامل جيم كويس اول نهاردة وكان مركز يعني. تمام. طيب هطلع الفاصل نرجع نكمل كلام ركباتا. عندي كده كلام. رأيكم في ايه في الموقف الخاص بتاع اسماعيلي? بتجديد الثقة بعد الاعلان عن كابتن حمزة رحل. حمزة الجمل ان هو رحل. بعد كده حصل اجتماع وتجديد الثقة مرة اخرى. شايفين اسباب ايه اللي بيحصل? هل ده ممكن يؤثر على اللعبين لما يسمعوا ان المدرب ماشي ثم تجديد الثقة فيه تاني? ولا الامور هتمشي زي في نادي الاسماعيلي. نطلع الفاصل ونكملين مع حضراتكم. طيب كباتن خانية اسألكم على الاسماعيلي. موقف اسماعيلي وما حدث من مجلس الضرب. الاعلان عن رحيل كتن حمزة الجمل ثم تجديد الثقة فيه. ده ممكن يؤثر على المشهور القادم بالنسبة لي اسماعيلي في الممورات المتبقية في الدوري? يعني فرت الاسماعيلي فرقة كبيرة على الفكرة اللعبه ممورات كبيرة على الفترة. وحتى تفرجت على ممورات الاسماعيلي والمحلة كانوا متقدبين. وكسبانين في الكاس واملين شكل جيد جدا. لكن المحلة برضو من الفرقة القوية وما استسلمتش يا فاروق. ورجعت للغاية. خلي اقولك لما المدير الفن طبعا بتدي عدم ثقة للعيبة. وخلي بالك ممكن اسماعيلي يعاني بشكل كبير جدا. ممكن يهبط. ليه لا. مع الفرقة كبيرة. وانا بتمناش كده. لكن زل المشاكل او عدم الاستقرار. يعني خير ما عملت المجلس ادارة انه هو جدد الثقة في الكابتن حمزة الجمل. ايما انا بجدد الثقة. طبعا لازم جدد. بس هو فيه غلطة. لأ ممكن يكون. انا اللعيبة توصل يعني يوصل لها ايه? هي دي النوطة. لا ممكن فيه. لو اللعيبة ما عندهاش خبرات. اه. ومش فاهمة ايه متى التشيرت اللي هما لبسينه. ممكن يحصل هزة كبيرة في الفترة اللي جاية. في ظل ان انت كمان محتاج ان انت كل المشاكل الاسماعيلي الفترة الجاية مبارات كوس. محتاج ان انت تكسر بتلاتة بنت. حتى لو بتلعب مين. لكن ممكن تحصل لهم هزة. لكن مع مع كابتن حمزة الجمل. ومع كابتن حوصة عبدالربو. ممكن. هل انا بسأله كابتن كامونة هل كان فيه القرار ده كان مدروس فكرة ان انا اعلن رحيل كابتن حمزة. يعني مدروس ازاي ان انا اه عندي البديل في الوقت ده. ولا كان بيتقال كده وخلاص يعني برضو انا مش فاهم. ايه اللي حصل ازاي انا باعلن وبعد كده بجدد صيقة بعد ساعة. ودي عشوائية. هو طبعا الخلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية شوفنا نادي الاسماعيلي فيه هزة وجماهير بتتكلم والكومي طبعا الرئيس النادي طلع وقال فيه تغيير في الجهاز الفني. اه وكابتن حمزة هيمشي. كابتن حمزة ماشي جابه حمزة الجمل. تاني يعني ما. اه. بعدها باربعة وعشرين ساعة واتناشر ساعة يعني ما كملش وقت خالص. النادي اسماعيلي في خطر. ترتيب الستاشر عنده عشرين نقطة. يعني ما اه اتنين وعشرين مباراة. مستحيل نادي اسماعيلي بقامته دي ان هو اه. اه اتنين وعشرين لقاء اه اتنين وعشرين مباراة. في عشرين نقطة. يعني كل مباراة مش محصلة نقطة. يعني ما يعني ده صعب جدا. لكن كان فيه مفاوضات الفترة اللي فاتت مع بعض المدربين الكبار زي كابتن شاوي غريب كابتن اهاب جلال. اه كابتن اهاب جلال على ما اعتقد ان هو طلب فلوس كتير والمفاوضات ما كملتش. كابتن شاوي غريب كان فيه كلام. لكن اه فضلوا ان هو اه يبقى كابتن حامزة هو اللي يكمل. لان هو عارف الفريق وعارف عيوبه. كابتن حامزة اعلن رحيله كمان هو كابتن حامزة. انا اقول لك في 24 ساعة كابتن حامزة ماشي ويجابك كابتن حامزة تاني. لا هي النقطة هل حتى اي مدرب ييجي دلوقتي? وانا متبقي يعني عدد يعني قليل من المدرب. نتكلم حداشر. حداشر تقريبا بالنسبة لإسماعيلي اه 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 اتناشر لقاء. ماشي. ماشي. هل اي مدير فني ممكن يقبل في الوقت ده الموقف الخاص بتاع الإسماعيلي. واتحمل مسؤولية قدام جمالي إسماعيلية كبيرة. ان هو ييجي ويبقى فيه ريسك كبير جدا في الوقت ده. ممكن. ما هو كابتن اهاب جلال. ما كابتن اهاب جلال في الظروف دي. السان الفاتج جي واعادهم. ماشي. 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 بص انت بتتكلم يا فاروق. المقاولين عشرين نقطة. الجونة اتنين وعشرين. غزل محلة ستة وعشرين. بتتكلم في ستة بونت. من الستاشر للتلاتاشر. يعني تلات مراكز. هم المفروض تلاتة هينزلوا. لانت عندك برضو سراميكا وامبي والمصر خلني بالك. ما انا بقولك اه. اه اه. ستة وعشرين كمان. وستة وعشرين سراميكا واو امبي. اه. والمصر تمانية وعشرين. بتتكلم من التاسع اللي هو الاتحاد. المصر. mismo مصر. الاتحاد هو الاتحاد. اه. والاتحاد fumانية وعشرين نقطة. ميقل لك من التاسع اللي هو الاتحاد. تمانية وعشر نقطة. الحد الاخير. فارق عشر. عشر. نقطة. أربعتشر نقطة. فانت الإسماعيل في الترتيب الستاشر عنده عشر نقطة من اتنين وعشرين مبراه. ابنوتك الليلة جدا على عدد المواجهات دي. فبتتكلم في الكابتن اهاب جلال رفض ممكن يكون لصعوبة الموقف غير السنة اللي فاتة لكن هو كان ممكن اهاب لو راح يقعده شايف كده لان عنده عدد مطشط كتير والفرقة كلها قريبا بعض بتتكلم من التاسع لحد الاخير لسه ما تأكدش ان هو يقعد في الدورة في خطر فنادي السماعيل عنده فرصة 12 مباراة يعني بتتكلم في تكام 33 نقطة مش هيجيب منهم 15 نقطة مش هيكسب 15 مباراة معلش انت بتتكلم من 12 مباراة نادي الاسماعيل بجلال يتقدره مش هيكسب 15 نقطة 35 نقطة ان هو يقعد في الدورة الممتازة يا فاروق تمام ده جدور الدورة طيب يعني احنا في الاقف الاخر احنا كنت بس بأسألكوا على موقف حمزة الجمل كابتن حمزة الجمل وموقف الادارة لا بس هو على فكرة يا فاروق هو المفروض حق الله يعني هو اللي يكمل ان هو عارف الفرقة ومعصرش في حاجة واول ما جاء دي ما تكسب مطشين كمان بالضبط عادي يعني لسه بدر طيب عندي فقرة نمبر ون معاكم كباتل ناخدها مع حضراتكم ببتدي بأفضل لعف الأهلي أمام الجونة النهاردة من وجهة نظركم طاهر ولا ربيعة ولا زياد طارق لا لا شافني زياد طارق زياد طارق لما نزل عمل حركة هجومية نديها كويسة أفضل لعب في الجونة أمام السيد ولا سيف العجوز ولا عمر سعداوة عمد السيد عمد السيد زي ما أنا قلت عمد السيد أفضل لعب للاهلي والجونة محمد نجيب ولا أكرم توفيه ولا أحمد ياسر ريان أمام أمام التلاتة كان شافي أنه أكرم توفيه أكرم أكرم هو وأحمد ياسر ريان برضو الحقيقة كان عامل شغل كويس قوي طيب لعب يستحقت فرصة مع سوارس بمحمد محمود ولا محمود متولي ولا حسام حاس يعني شافي أن التلاتة ياخدوا فرصة وخصوصا محمد محمود يا فرص كانت تنكمون أحمد هم مبلعبش خالص أنا مش عارف هم مبلعبش ليه لأنه لعب كويس أنا أتمنى أشوف التلاتة والرجل بقى زي نجمة الإجهاد اللي احنا طلعين بها موضل يمين دول يريح ناس ولعب دول دول مش مجهدين ماشي مين يعني كبت مين أنت لابت تسأله ولا لا معنا بقوله مين مالش حسين حسين هو لعب النهاردة قد له فرصة أفضل لعب في الأهل الموسم ده سولايا حمد فاتح ياسر إبراهيم تفضلك أتبه يعني ياسر ياسر على فترات ياسر كبتن كمون عمر سولايا عمر سولايا اللعب سوف تاخده الأهل الموسم الجاي وليسلمان بدري بنون لعيب أخر من وجهة نظر قطة كمون تفضل لا وليد وليد نقوله شكرا قطة خيرك وانت عملت تاريخ مشارف لنادي الأهلي وانت لعيب راجل وأنا بتهايلي النادي الأهلي لما انت هتبطل السنة الجاية النادي الأهلي هيفتقدك يعني بنقول لبنون طبعا شكرا جاء وليد سليمان طبعا وليد سليمان وليد سليمان أفضل مدرب أجنابي في الدوري حتى الآن هل هو فريرا ولا نونو ألميدا ولا تاكيس جونياس فريرا فرق فريرا انت أبتحب واني طبعا بحده عمل شغول مدرب مين يا خب تاكيس عبدالعيل تاكيس عبدالعيل شايف هو أفضل لا لا فريرا طبعا عبكري أفضل حارس خارج القطبين صبحي ولا بسام ولا جاد جاد تصابع يعني عنده كسرة فزبهر بناش فيه عمل شغول كويس لكن بسام يا فروق بسام 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 عمل شغول كويس تمام كده فقرة نمبر وان انتهت كابتن بشكركم ويعني دايما كده متواجدين مع بعض على خير ماتشات الدوري ماتشات صعبة وزي ما بنقول كده الفرق الصغيرة هتصعب الأمور كتير جدا جدا على الفرق الكبيرة اللي بتحاول يعني تحصل على بطولة الدوري أو المراكز الأربع الأولى وبالتالي يعني نادي الأهلي النهاردة ويعففخ الجونة من خلال هذا التعادل المسير والمفيد للجونة فاشكركم كباتن حبيبا ان شاء الله حلقة جديدة بكرة عيكو مع زمي الإسلام صاد تسبوع على خير اشتركوا في القناة